زي ما تابعنا مع حضراتكم النهاردة على مدار حلقة اليوم من صباح الخير يا مصر مع مرسلنا موسم حصاد الأمح في كافة المحافظات من المنوفية للفيوم للأهلية للأليوبية بشاير الخير بدأت تهل السنة دي الموسم مبشر جدا من حيث الانتاجية بسبب الدعم الكبير اللي بتقدمه الدولة للمزارعين من بداية الموسم حتى لحظة الحصاد استنباط أصناف جديدة التوريد بأعلى سعر من السعر العالمي بيصل حوالي 2000 جنيه للأردب الواحد بدل من 1600 جنيه احنا بنقول كلام حلينا بقى ناخد تفاصيله عن الموسم أو حصاد الأمح السنة دي ايه المستهدف ازاي سهمة الأصناف الجديدة انها تزود الانتاج خلينا نعرف التفاصيل من الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة منورنا الدكتور اهلا وسهلا بكم صباح الخير عليكم موسم سعيد يا رب كله خير ورزق علينا كلنا لو حضرتك تقول لنا ليه الموسم ما شاء الله يعني مختلف عن كل سنة والحصاد السنة دي ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك والله طبعا الحمد لله احنا طبعا السنة دي كان موسم للمو الأمح موسم كويس جدا الحمد لله ما كانش عندنا فيه اصابة الامراض الوقت بدأنا في موسم الحصاد بعد العيد في معظم محافظات الجمهورية او كل محافظات تقريبا الحمد لله المواد الأساس البواد الأولية للحصاد بتقول الحمد لله عندها سنة دي محصول اعلى من السنوات السابقة الاصناف الجديدة اللي احنا للوزارة استنبطتها ووزعتها عن مزارعين اصناف عاية الانتاج مقاومة للتغارض المناخية بدأ المزارع يحس بيها في الحصاد احنا بالمرور بتاعنا في المحافظات دلوقتي وحضرنا للحصاد في جميع المحافظات طبعا بوجود السادة المحافظين والسادة وقلاء الوزارة باين التقدير الاولي ان انشاء الله السنة المحصول اعلى من اي سنة فاتة الوزارة طبعا السنة دي بتقدم يعني ايه مش عاوزين نقول ان هو دعم غير مسبوك لكن هو اول مرة نحصل عندنا تغطية 100% بالتأول معتمدة عن مستوى الجمهورية السنة الحمد لله تم ضغطية جميع مساحة مصر بالتأول معتمدة قبل الزراع بشهر وكلها اصناف حديثة عالية الانتاج مقاومة لتغطية المناخية فبدأ المزارع النهاردة وبيحصد شايف النهاردة المحصول بتاعمل ازاي ان شاء الله السنة دي محصول عالي ومحصول تبني جيد برضو لانتاج الحيواني فيه اتباع لمناهج علمية حديثة ودراسات تطبيقية يعني موضوع زراعة القمحة عندنا في مصر بقى يعني بيوافق او بيواكب التطورات العالمية وفقا لبحوث تطبيقية علمية بشكل كبير استنباط اصناف جديدة احنا بتكلم على الموسم ده والموسم اللي فات حوالي 15 صنف جديد وخمس اصناف جديدة سؤال لحضرتك ده بيؤدي الى تعظيم انتاجية الفدان ازاي وايه المختلف عن السنين اللي فاتت هو طبعا احنا بمركز بحث الزراعية اللي تابع لوزارة الزراعة ده اكبر مركز بحثي فيه الشرق الاوسط احنا بنصنبت الاصناف الجديدة اللي احنا الحمد لله كل سنة بننازل الاصناف الجديدة المزارعين صنف الامح عشان يطلع بياخد ما يقرب من 14 سنة عشان يطلع صنف جديد فاحنا الحمد لله عندنا غزارة في انتاج الاصناف كلها متميزة احنا بنحتل المركز الرابع عالميا في انتاجية المساحة للامح يعني انتاجة واحدة المساحة الفدان عندنا الرابع عالميا في انتاجيته ومنحس الجودة طبعا الحمد لله احنا برضو بيمتاز الامح المصري بجودة العالمية وده نتيجة المجهود الكبير اللي بيبذل فيه البحث العلمة مصر نتيجة الابحاث المستمرة محطات بحوث في جميع محافظات الجمهورية بتم احنا المنتج او المخري بتاعنا مش بحث علمي نظري احنا البحث علمي تطبيق ناتج مركز بحوث زراعية بوضعات زراعة هو صنف في ايد المزارع يزرعوا او توصية فنية تزود بالانتاجه وتساعده ان يتحمل التغطيق الملاخية فاحنا البحث علمي في مصر الحمد لله طبعا العمالي وزيري بيدعاننا دعم كبير جدا في هذا المجال الحمد لله نجحنا في استنباط اصناف عالية بنصدر تقاوين الوقت لبعض الدول العربية والدول الافريقية الحمد لله متميزين عالميا في انتاجتنا زيادة في المساحة ان شاء الله مضطردة كل سنة لكن الحمد لله احنا انتاج الرأسي عندنا وصلنا نقول للبلاتو انتاجة الصنف عندنا تعدي التلاتين يرداب الفدان وطبعا ده انتاجة عالميا اكيد واحد من الحاجات اللي دايما نبقى مهتمين بيها في استنباط اي سولادات جديدة ان احنا نبقى بنحافظ على الميا قد ما نقدر نقدر نقول ان ما بقاش فيه اي هدر ان شاء الله يكون موجود في زراعة الامح طبعا احنا هنا يدوء طبهم جدا ان الموضوع الميا بالنسبة لنا موضوعها يعني هدف استراتيجي احنا جميع اصناف الامح المصري الحديثة اصناف قصيرة العمر بمعنى ايه كان زي ما بنزرع الامح من شهر اكتوبر نحصده في شهر ستة نهاردة الحمد لله الامح بالزرع في اخر شهر 11 بيتم حصاته زي ما احنا شايفين الوقتي من عشر ابريل زي ما احنا شايفين كان في حصات شغال فاحنا اصرنا عمر النبات ما يقرب من شهر وده بيقلل استهلاكه الميا دي حاجة الحاجة التانية فيه حملة قومية على المستوى الجمهورية لانه هو بمحصول الامح بتزرع في كل قرية مصرية حق النموذجي الهدف من حملة قومية طريق الزراعة توفر فيه معدل التقاوي 30% وكمية المياه المستخدمة 25% وهي طريقة الزراعة على المساطب وتم تعميمها واصبح النهاردة اكتر من تلت بسحة الدلتة بتزرع بهذه الطريقة بالتبني بنعمل الحقل المزارع في كل قرية نوزع التقاوي الحديث عن المزارع مجانا ونبدأ ندعمه فنية من قبل الزراعة حتى الحصاد بندوات علمية بأيام حقل وبيبهدفنا نشر الصنف الجديد المزارع يشوف بعينه الصنف عنده في الحقل الحاجة التانية نشوف الطريقة دي وبالتالي يبدأوا الجرام يقلدوا فيها فاحنا مشيفة التجاهين لتوفير المياه أصناف حديث عالية الانتاج وقصيرة العمر توفر في مياه وطريقة زراعة تقلل فيه كمية الأمح المضافة عشان يقلل في الهادر وتقلل معايا في كمية المرموس الهدمة فازي ما حالك قلت برضو ده هدف استراتيجي والحمد بل احنا نجحنا فيه نجاح كبير جدا دكتور خالد السياسة الزراعية في مصر عينها دايما على الفلاح بتنحاس دايما للفلاح والمزارع وأهلنا الفلاحين فيه دعمهم يعني السنة دي شوفنا توريد الأمح بأعلى من السهر العالمي بنتكلم على 2000 جنيه للأردب والسهر العالمي حوالي 1600 جنيه أهمية الدعم اللي بيقدم للفلاح لتشجيعه بزراعة الأمح هو حيطان هنا الدعم مش في السهر بس من قبل المزراع بنزرع الأمح عندنا هو طبعا محصول استراتيجي أول في مصر الدولة تدعمه من الألف الياء قبل الزراعة في شهر بتوفره التقاوي بيتم إعلان سهر التوريد التقاوي بتكون بتمن تكلفة سعر التكلفة اللي هو لو صفنا تمن شكلات التقاوي لو زرها مفراها هو يضبك تمن تقاوي بعد الغربلة فمفر التقاوي مجانا الماكانة الحديثة موجودة في كل المحطات في كل الإدرات الزراعية وجميع المنافذ الموجودة ماكانة الحديثة بتوفر فيه الهادر في المحصول للزراعة والحصاد جميع المستلزمات للأمح متوفرة من أول موسم الزراعة بعد ذلك بيجي بقى رفع السعر أو سعر التوريد طبعا تم تحديد السعر 1600 جنيه قبل الزراعة عشان تشجيع مزارعة للزراعة بعد كده مع زالة الأسعار والتفاع السعر أسعار التكلفة تم رفع السعر مرة تانية عشان نشجع المزارعة للتوريد 2000 جنيه للأرداب سعر مرض المزارع إلى حد كبير وعادل يعني طبعا بلغط التكلفة وبيديره كمان هام الشرف حقايد مع التبني الموجود فهو الأمح محصول مدعوم من الدولة بالكامل وإحنا طبعا يهمنا إن إحنا إنتاج نديم الأمح وإحنا الحمد لله بقى السنوات إحنا في مكان التالي في الأمح الحمد لله رغم طبعا لسه إحنا ما توصلش بالمساحة المطلوبة لكن على ناس المساحة القائمة الحمد لله عندنا النهاردة أمح إنتاجي كافينا لرغيف العنش بقية الاستراب بتاعنا بيكون للمنتجات الأخرى طيب إحنا عندنا طرق مستحدثة لزراعة بستعادية كان طريقة جديدة السنة دي وكم طريقة يعني قيد التجربة أو حدستعد إن إحنا نستخدمها في المواسم القادمة هو إحنا طبعا طرق الزراعة كتير فيه طرق الزراعة البدار المزارع بزراعة يدبر أرضه بكمية كبيرة من الأمح ويعبيها مية الطرقة دي كما بتاخد تقوي كتير وبتاخد ماء كتير جدا فيه بعد كده إحنا حدثنا أو عملنا السطرة العادية اللي بتزرع في خطوط في الأرض في السطور العادية دي برضو كان بتوفر فيه كمية تقوي مؤخرا بقى إحنا عملنا طريقة تزراع المساطب في آلة حديثة موجودة بتنشي المصطبة عرضها 120 سنتي وتزرع سبع سطوف وظهر المصطبة وبعد كده بيتم الري خلال الموسم كله بطريقة النشع ودي طريقة حديثة توضفر في التقوي وتوفر في الميا وبتقلل سعر التكلفة على المزارع الفدان بيزرع في أقل من ساعة بعد ما يتم تجهيزه فيه عندنا مشروع قومي لترشيد الري بنعمل آلاف الافدانة سواها بالليزر مجانا قبل الزراعة عشان نوفر الميا وعشان المزارع يشوف لما يساوي أرضه بالليزر بتقلل المياه قد إيه بتقلل الوقود قد إيه اللي بيتخدامه في الري بتقلل عليه التكلفة قد إيه فبالتالي ويشوف الإنتاج بتاعه فاحنا عاملين في مصر ما يقرب من 20 ألف حقل إرشادي نموذجي على مستوى الجمهورية غير مساحات الترشيد طبعا اللي احنا عاملينها فطبعا كل ده دعم الإخواننا المزارعين واللي احنا النهاردة لما بنزل معاهم في أيام الحصاد نهاردة ونشوف فرحتهم بالمحصول ونشوف ان هم النهاردة مقبلنا على أصناف الجيدة ونهاردة يقولك احنا فرحانين بالإنتاج بتاعنا ده احنا شاهدنا طبعا في التقليل الموجودة الحمد لله حاجة تشرف والمزارع ينتاجه وان شاء الله يكون موسم خيرا على مصر بإذنه زي ما شوفنا فرحة في كل المحافظات ببشار الخير وبموسم حصاد الأمح طيب وزارة الزراعة ان شاء الله من السنة اللي جاية هتبتدي تطبيق الدورة الزراعية عايزين نفهم أكتر أهمية تطبيق الدورة الزراعية وده ممكن إزاي يعظم الإنتاجية الأمح في مصر هو طبعا الدورة الزراعية طبعا دي كانت موجودة من زمان والدورة الزراعية المقصود بيها إن أنا إيه أبدل المحاصيل بتاعتي في أماكن معينة الدورة الزراعية ميزتها بتخلي بترايح الأرض بتاعتي بتخلي أبدل مكان محصول ما بقاش نفس المحصولين المستهلكين يعني لو زرعت محصول بيقولي بعد منه محصول نجيلي زرعت فول بعد منه محصول دورة في الصيف المحصول الفول ده مغازر للتربة محصول الدورة بيستفيد منه فمبدل المحاصيل بتاعتي ده بيساعدني على خصوة التربة مقاومة الأمراض بيخلي أليح الأرض بتاعتي بيكون زرعة والتانية بحط محصول يغزي يخدم على محصول بعد منه الدورة الزراعية كانت الزمية زمان النهاردة إحنا من أول موسم ده بنبدأ نرغب المزرعين في الدورة الزراعية طب ليه إحنا بعيدنا عنها شوي يعني هي هتطبق السنة الجاي ليه الموسم ده ما شوفناش فكرة الدورة الزراعية هو لازال تطبيق الدورة الزراعية اختيار ما فيش إكبار يعني إحنا طبعا بالدستور والقانون ما فيش إكبار عن المتفلاح المصري بس إحنا بيقول الفلاح بنورينه مميزات الطريقة عشان يستفيد منها لكن طبعا إحنا يعني الفلاح طبعا إحنا كلنا في خدمة الفلاح المصري ومقدرش يكبره على زراع بمحصول معين إلا طبعا الزروف خاصة إن فيه محافظات ممنوعة من زراعة الرز مثلا الأهداف طبعا استراتيجية والمية لكن إحنا داخلين على الضارة الزراعية بنظام الترغيب لمزارع بنورينه نمازج إزرع هنا السنة دي أمح إزرع قبل أمح ممكن برسيم تحريش عشان خاطر تأيه تستفيد من الأرض بتاعتك بلاش محصول رز وراء أمح رز وراء أمح كل سنة بتستهلك الطبع بتاعتك وزراعة المحاصول بانتظام كده بتوجد أو بقى في الأرض وأمراض فإحنا بنعمل الدورة الزراعية لخدمة المزارع وعشان برضو نغطي مساحات المحاصيل إحنا محتاجينها لأن النهاردة لو الأمور بشئ من التنظيم ممكن يحصل عندنا اكتفاء ذات في بعض المحاصيل إحنا محتاجينها إحنا فيه عندنا مشكلة في المحاصيل الزيتية وبعض المحاصيل الأعلاف فإحنا مع اتباع الدورة الزراعية برضو هتساعدنا لحد ما بعمل وخصوصاً إن النهاردة الدولة أعلنت من المسلم اللي فات مع الوزير أنشأ مركز الزراع التعاقدية بتشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الصيفية اللي هي كانت المزارعين عزفوا عنها من محاصيل الزيتية ومحاصيل الزيتية ومحاصيل الصيفية والدورة وغيره فالحمد لله وزارة الزراع الوقتي حتى دي على معظم النقطة اللي فيها مشاكة عند المزارعين وبتضون فيها الحمد لله لو حابنا نتكلم عن التوسع في الزراعة العام إن شاء الله المواسم الجاية إحنا متخيلين أن النسبة ممكن تكون قبلة للزيادة أنا عارفة أنها طبعاً أرقام تقريبية ولكن إحنا عايزين نتفائل ونكمل تفائل إحنا متخيلين ده ممكن يكون دافع قوي أن يبقى فيه مساحات منزارع أكبر الناس تستخدم طرق أكتر هل دوارد إن شاء الله المواسم الجاية هو طبعاً إن شاء الله الأمل الكبير في مشروعات كبيرة تسع فيها تشكة العوينات تدلتها جديدة مستقبل مصر وغيره كل دي مشروعات إن شاء الله بيديك مساحات لمصر كل سنة وإحنا إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون برضو حصار الجزء فيها السنة جاي يكون فيها تواصلات أكبر لكن إحنا مع المزارع برغبه في زراعة وزراعة محصر السراجية اللي هي محتاجينها بنرفعه السعر بنجيله الدعم الكافي لكن مساحة الأمح وزيادتها إن شاء الله مؤعتمد على المشروعات الكبيرة اللي دولة تدبناها إن شاء الله عندنا برضو المشروع القومي للصوامع بيتكلم على الصوامع الحديثة والجديدة بدل من الشوان الترابية والشوان القديمة اللي كانت بتفقد مثلا حوالي 15% من إجمالي إنتاج محصول الأمح شايف الطفرة في هذه الصوامع والحفاظ على البحصول من المزارع ووصولا بقى إلى المورد بعد كده هو هنا طبعا بنتكلم على إحنا الأمح عندنا في مصر كافية تلعب مشاكل إنتاج رأسي توسع أفقي وفاقد في المحصول الإنتاج الحمد لله إنتاج رأسي زي ما قلنا نحتاج إلى مركز عالمي التوسع الأفقي بدأنا النهاردة بدل ما كنا بنفقد في مساحة الأرض بالتعدي عليها بنتكلم كل ثاني فيه زرع في المساحة الحمد لله المشروع الكبيرة الفاقد في المحصول كان بيوصل على 30% بيضيع من أول الهادر في الحقل من الحصار اليدوي للحصار العادي كان بيضاع كتير محصول بتاعي لحد التشوين كانت الشوان الموجودة مكشوفة ترابية مكشوفة من الشمس بيحصل فقد في المحصول الصوامع كانت عندنا تتعدل مليون مليون ونصف تخزين قدر التخزين بتاعها تم كل الشوان الموجودة في الجمهورية أصبحت شوان أسفلتية مغطاة صحيح مشروع القومي للصوامع بدل من 1.5 مليون طن النهاردة دخلنا على 4 مليون طن قدر التخزين يعني عملنا زيادة بأكثر من 300% فالحمد الله عندنا منظومة نجاح بتقلم معنا في الفقد مع طبعا منظومة الخبز اللي تم تطبيقها اللي هي بتاعة الكارت بتاعة صرف العيش وغيره باش فيه تسريب من الفران فاحنا قال لنا الفقد فيه الحقل فيه الزراع والحصاد قال لنا الفقد فيه الشوان والنقل قال لنا الفقد فيه قدر التخزين فالحمد الله احنا عندنا مشروع قومي كبير لوقتي قابل للتوسع كل سنة وبنقدر نهاردة نخزي بكل كمية الأمح اللي يخدها من مزارعين أكيد يعني زي ما بنقول الأمح اللي اللي تعيده يا ربي بارك ويزيده احنا سعداء بوجودك معانا جدا الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة نورتنا وشرفتنا شكرا لوجودك معك شكرا حضرتك نورتنا وشرفتنا